نظم الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية والشبيبة الشيوعية في منطقة عكا وقفة احتجاجية في كفر يسيف للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة جاءت الوقفة احتجاجا على تصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر ضد المدنيين في القطاع وتدمير البنية التحتية اللي بيفكر انه اللي اعود بالبيت وانه نفكر انه اذا منقول اخ ويا والي و او اكتب مجرد تعقيب على الفيسبوك او انستغرام هذا بكفيش اذا منطلعش على الشوارع ومنفرج كل المعتدين على شعبنا انه الوقفة بالجسد بالحم انك تتعب انك تعطي من وقتك من جهدك من كله بدون هاي الوقفات مش راح يصير ضغط نضال شعبنا للسلام ومن ضد الابادة التي تجريها حكومات اسرائيل هذا مفروض انه كل الناس كل شعبنا يوقف قديش بطلع بايده في التضامن ضد الاحتلال من اجل السلام من اجل انسحاب اسرائيل من غزة شهدت الوقفة مشاركة واسعة من مختلف الفئات المجتمعية ورفعت شعارات تندد بالعدوان وتطالب بالعدالة والحرية للشعب الفلسطيني في حين اكد المتظاهرون على عدم الانصياع للترهيب الاسرائيلي ضد المجتمع العربي وخاصة في ظل اعتقال احمد عبادي عضو السكيرتارية القطرية للجبهة والقيادي في الشبيبة الشيوعية حيث اعتبرت الجبهة هذا الاعتقال كجزء من مسلسل الملاحقة السياسية الترهيبية المرفوضة احمد عبادي هذه المرة الثانية التي يتم اعتقاله فيها خلال شهر وجرمه الوحيد انه يطلق صرخة معنا من ضمن اطاره السياسي الحزبي وانتماؤه للحزب الشيوعي يطلق دعوة لهذه المظاهرات نحن نعتقد بانه هذه سياسة استمرار لسياسة كم الأفواه والترهيب يعتقدون بانه باعتقال الشباب وترهيبهم ومحاولة ثانيهم عن المشاركة في النضال ضد الحرب قد يأتي بنتيجة نحن نقول احمد صامد احمد اقوى من كل هذا سيخرج من السجن ليكمل نضاله معنا ونحن ايضا صامدون تأتي هذه الوقفة كجزء من سلسلة فعاليات واحتجاجات مستمرة للتنديد بالعدوان الاسرائيلية على غزة وللمطالبة بانهاء العنف والابادة ضد الشعب الفلسطيني في تأكيد على استمرارية تنظيم مثل هذه الوقفات والفعاليات حتى تحقيق العدالة والسلام للشعب الفلسطيني